نعم حياة غنية وتاريخ فني حافل ومواقف يعني بتشهد لك بالوطنية والانتماء وبتقول لو كان لدينا الحد الأدنى من الوعي لما وصلنا لدرجة نخرب فيها الأوطان قداش برأيك اليوم كان ينقصنا الوعي وثقافة التقبل الآخر؟ الوعي هو أهم شيء لبناء الوطن إذا كان الإنسان بحب وطنه فلازم يستعمل عقله في التفكير لأن الوطن لا يمكن أن يبنى إلا بالفكر والعمل والعمل لا يأتي إلا بالفكر فكر بشكل جيد تتصرف بشكل جيد لا تفكر بشكل جيد تكون أنت مخرب دائما العقل هو الرائد بقيت حضرتك بالبلاد ودفعت تمان شو كان تمان بقائك بالبلاد؟ لا أغادر أنا لا أغادر ولا أغادر ولا أغادر مهما كان فأنا لا أغادر أنا أبن هذا الوطن ولدت فيه وسأموت فيه ولن أغادر مهما كان التمن طول العمر أستاذ يعني بالنسبة للناس اللي طلعت بره البلد وانقطعوا بسبب مواقفهم يمكن اليوم قديش قادر تقلب صفحة معهم تسامحهم والبال شو من جديد يعني معنا أدي ثقافة المسامحة والمصالحة من نسميها أديش تملكها؟ أنا المسامحة موجودة عندي لكن هني مفروض أن يسامحوا حالاً الإنسان هو اللي بيسامح نفسه وهو اللي بيقدر يستعيد الطريق الصحيح ما حدا بيقدر يجبره عقله فقط في حدا يمدله إيده؟ كل الناس مددين إيدهم ما بظن أنه في حدا بيرفض أنه حدا يرجع لبلده أبداً واللي بيرفض أنا بالطهدو نحن أيدينا دائماً ممدودة إلى كل الناس وكل الرفاق وكل زملائنا اللي غادروا أنه يعودوا إلى أرض الوطن لأنه هنا ولدوا وهنا يجب أن يموتوا بننسى أستاذ ما بننسى طبعاً اليوم في 2018 هذا السؤال الأخير قبل أن أنت إلا الفقرة الثانية بدأنا نعلن نصرنا بطرق متعددة بالسياحة بعودة الناس والمهجرين بالدراما بالأسعار إذا بدك برايك أديش ضروري أن هذه ثقافة الانتصار أدي خسرنا وأدي انتصرنا اليوم؟ لا يمكن أن ننتصر إلا بالوعي أنا لما بقول الوعي بقصد شيء على الإنسان أن يفكر أين كنا ولماذا شو اللي صار فينا ليش؟ في سبب نجب نفكر فيه اللي صار فينا هو عدم الوعي ولذلك دائماً يجب أن نفكر بوعي هذا بلدنا ويجب أن نفكر كيف يجب أن يبنى مو بالعشوائية نعم مع الكبار وكمل ماكن رح ننتقل للفقرة الثانية برنامج نعم موسيقى موسيقى